في مؤشر على تزايد الخضغطي داخل الحزب الديمقراطي لاستبدال مرشحهم لسباق الرئاسة يبحث قادة الحزب تجيل إعلان ترشيح بايدن لمدة أسبوع صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصدر بأن الساناتر تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ كان من بين الدعين للتأجيل وآخر هذه الضغوط كانت من الرئيس السابق باريك أوباما الذي دعا بايدن إلى التفكير بجدية في قدرته على البقاء في سباق الرئاسة معتبرا أن فرصه للفوز تضاءلت إلى حد كبير فيما نقل موقع أكسيس عن أعضاء كبار في الحزب الديمقراطي قولهم إن ضغوط قادة الحزب ستقنع بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي مع نهاية الأسبوع الحالي بدوره أكد الساناتر الديمقراطي جون هيكنلوبر أن هناك مؤشرات متزايدة على أن انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي سيكون القرار الأفضل للولايات المتحدة ولفت الساناتر الجمهوري إلى أن بايدن سيضع أمريكا أولا في قراره لفتا إلى أنه يتحرك بالفعل في ذلك الاتجاه ضغوط بدأت تؤتي أكلها على ما يبدو حيث ترك بايدن الباب مفتوح أمام خيار الانسحاب من سباق الرئاسة وترك القرار للأطباء إذا ظهرت حالة طبية ما أو إذا جاءني طبيب وأخبرني بشكل مباشر بأنني أعاني من حالة طبية تجعل انسحاب من السباق الرئاسي أمرا ضروريا فسوف أنسح لقد ارتكبت في المناثرة خطأا فادحا وبصراحة تامة أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجلبه العمر هو القليل من الحكمة وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز قد يكون إعلان إصابة بايدن بفيروس كورونا هو المخرج الذي قد يتكئ عليه للخروج من السباق وإتاحة الفرصة لغيره من الديمقراطيين لخوض غمار المنافسة في إطار مناقشات الحزب الديمقراطي أيضا بشأن يستبدال بايدن قادة بالحزب طرح أسماء عدة من بينها نائبة الرئيس كامالا هارس وحاكم كاليفورنيا غافين يوسم يطرح في أروقة الحزب الديمقراطي الأمريكي بودلاء للرئيس الأمريكي جو بايدن حال انسحابه من خوض سباق انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر المقبل نائبة الرئيس كامالا هارس من بين الأسماء التي طرحت بحكم منصبها الحالي لكن هناك من يتخوف من فشلها بسبب افتقارها للشعبيات اللازمة كما يعد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أحد أبرز الأسماء المتدولة لخلافة بايدن وكان قبلها تولى منصب نائب حاكم الولاية منذ 2011 ويضاف إلى القائمة المطروحة السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا مارك كيلي منذ عام 2022 الذي عمل سابقا رائد فضاء في وكالة ناسا وبجانب ذلك هناك حاكم ولاية ميرلاند ويسمور إذ تمكن من إنهاء ثماني سنوات من حكم الحزب الجمهوري للولاية ثم أضيف اسم آخر وهو حاكم ولاية بنسلفينيا جوش شابيرو الذي شغل سابقا منصب المدعي العام لولاية بنسلفينيا كما يتم تدول اسم حاكمة ولاية ماتشيغن جريتشين ويتمر التي تعد من قيادات الحزب الديمقراطي وتحكم الولاية منذ عام 2019 ينضم إلينا في هذا الحوار من واشنطن الخبير الاستراتيجية الديمقراطية سيد دينيس جعف ومن أتلانتا في ولاية جورجيا خبيل الاستراتيجية الديمقراطية سيد كريستوفر بروس أهلا وسهلا بكم سأبدأ من ضيفي من واشنطن السيد دينيس جعف سيد دينيس على ما يبدو أن هناك غموض وضبابية في المشهد بالنسبة للحزب الديمقراطي هذا يعكسه قرار تأجيل الإعلان عن بايدن كمرشح رسمي للحزب الديمقراطي لمدة أسبوع هل هناك ضرورة الآن لإقناع بايدن بتنحي برأيك؟ مروت شكرا جزيلا لإعطاء الفرصة للحديث معك ولأن أتحدث أمام مشاهديك بشأن هذه القضايا المهمة كديمقراطي وكمواطن ووطني يريد مصلحة الولايات المتحدة وحتى السياسة العالمية فأظن بأنه من الأفضل للرئيس بايدن أن يعلق حملته الانتخابية ولكن أضيف أيضا بأن بعض القيادات في الحزب الديمقراطي كانوا يحاولون أن يسرعوا بأسبوع طبعا ترشيحه الافتراضي بالدعوة إلى ذلك المؤتمر الافتراضي ولكنهم طبعا عادوا إلى البرنامج الرئيسي من دون تأخير أو من دون تسريع ولكن إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي في كل الولايات حيث الرئيس بايدن قد خسر فهناك انخفاض أيضا في التبرعات التي تأتي إلى الحملة هناك دعوات تأتي حتى من الرئيس السابق باراك أوباما نعم الرئيس باراك أوباما الذي للرئيس الآن بايدن والذي طبعا خدم بايدن كنائب رئيس له فهو قال لحلفائه بأنه يرى بأن الرئيس بايدن قد تضاءلت حقوق حضوظه تماما في الفوز في نوفمبر الأمر يتعلق بمجلس الشيوخ ومجلس النواب بأن هذا كله سيسقط في أيدي الجمهوريين السباق نحو وحتى إلى المقاطعات هناك قلق بشأن مشاركة الناخبين وإرث بايدن أيضا بإنجازاته الرائعة هذا كله في الخطر وربما سيدرك هذا بعد أن طبعا تم خداعه حتى من قبل مستشاريه ووضعه سيد كريستوفر بروس هل يخاطر بالفعل بايدن في حال بقائه بفرص الحزب الديمقراطي وهذا ما قالته وعبرت عنه تماما نانسي بروسي وهي ذات نفوذ كبير طبعا هي متحدثة المجلس النواب السابقة الكونغرس عفوا وهي من أكثر الشخصيات الديمقراطية المهمة التي تدعو بايدن للتنحي هل بالفعل يغرق بايدن الحزب الديمقراطي معه؟ أولا شكرا لاستضافتي طبعا هذا موضوع مهم جدا ليس فقط في الحزب الديمقراطي ولكن هذا سيؤثر على الولايات المتحدة وبقية العالم وبالإضافة إلى ذلك إنه ليس بايدن الذي يغرق الحزب الديمقراطي إنه الحزب الديمقراطي الذي يغرق الحزب الديمقراطي إذا نظرنا إلى ما حدث ليلة أمس والأسبوع الماضي مع المؤتمر الجمهوري ما رأيناه هو مجموعة من الجمهوريين يجتمعون حول دونالد ترامب دعونا نكون واضحين معظم الناس في تلك الغرفة لا يحبون الرئيس السابق دونالد ترامب هناك أشخاص مثل الحاكم السابق مثلا نيكي هيلي والتي كانت قالت من قبل إن دونالد ترامب تهديد لديمقراطيتنا وأنها لن تدعمه أبدا ثم طبعا دعمته بعد ذلك هناك أيضا ديسانتس الذي قال إن ترامب هو أسوأ شخص ليرشح كرئيس هو أيضا تحدث عن ذلك طبعا يصدمني كيف أن الديمقراطيين يتقاتلون فيما بينهم بينما العدو الحقيقي والتهديد الحقيقي للديمقراطية هم الجمهوريون ودعونا نكون واضحين الديمقراطيون لا نرى اقتباسات منهم واضحة مثلا شومر لا يقول لا نسمع اقتباسا واضحا من أوباما يقول له تنحى لماذا هناك اقتباسات من مثلا مايك بانس نائب ترامب الذي قال إنه لن يدعم ترامب وأيضا هناك وزير الدفاع السابق الذي قال إن ترامب أيضا هو تهديد للديمقراطية الأمر يتعلق بالآيديولوجيا الجمهوريون يريدون النصر وما لم يجتمع الديمقراطيون ويتحد خلف مرشحهم الذي حصل على أربعين مليون صوت وهو الوحيد الذي انتصر على ترامب لا أفهم هذه النقطة سيد بروس اشرح لي أنت تقول إنه الجمهوريون يجمعون على يريدون النصر وبالتالي يجمعون على مرشحهم هل تقول إنه الإجماع على مرشح أيا كان هذا المرشح هو الوسيلة الوحيدة للنصر فالآن الإجماع على بايدن سيجعله يفوز وإنه عدم الإجماع أو الانقسام داخل الحزب الديمقراطي هو الذي يعني خسارة الحزب هل هذا ما أفهمه نعم هناك الكثير من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين هذه حقيقة والجمهوريون يعلمون ذلك الأمر يتعلق بالمشاركة هناك طبعا همسات بشأن هذه القضية الديمقراطيون يمكن أن نضع أي أحد ليرشح في هذا الوضع ولكن إذا كنت عضوا في الحزب فعملك لأن يكون بأن ينتصر مرشحك وأيضا بشأن الرئيس بايدن هو لا يزال الرئيس لا شيء حدث في هذه الدولة للقول بأننا بحاجة لتساؤل عن الرئاسة هل أخطأ؟ نعم أنا أخطأت حتى الآن مثلا في كلامي ولكن هل البلد لا يزال فعالا؟ وهل يمكن أن يطبق البرنامج الأمريكي؟ نعم يمكن ذلك هذا هو السؤال الحقيقي وهذا يمكن أن نتجادل كديمقراطيين ولكن ينبغي علينا أن نقف وراء المرشح الذي فاز في الانتخابات التمهيدية هذه نقطة واضحة تماما دعني أخذ رأي سيد دينيس جاف ضيفي من واشنطن سيد جاف ما رأيك لأنه البعض أيضا يشير إلى أن هناك فرانكلين روسفيلت على سبيل المثال وكان رئيس أمريكا وكان على كرسي متحرك يعني هنا المسألة السن أو مسألة القدرات الصحية قد لا تكون هي العائق أمام الرئيس ليكمل ولاياته طالما الرجل قادر على أداء المهام وبايدن أثبت ذلك في مرات عدة لكنه أيضا أخفق في مرات عدة ما الذي يؤرق الديمقراطيين من عدم قدرة بايدن على الربح ترامب سؤال وجيه جدا أنا واثق بأنه لو أن الرئيس بايدن مثلا فاز بفترة ثانية سيقود هذه البلاد والعالم وحتى مثلا في حلفنا في النايتو لوقف فلاديمير بوتين في أوكرانيا أنا واثق في قيادته ولكن ما لا أثق فيه والعديد من الديمقراطيين يقولون ذلك هو بأنه يمكن أن يفعل كل هذه الأمور معا هذا يعني خدمته كرئيس وأن يقود حملته بقوة ليلا ونهارا وفي وقت متأخر في الليل وباكرا في الصباح وينتصر في الانتخابات بالقدرة على إقناع أيضا الأمريكيين برسالة واضحة استمعت إلى زميل الذي أحترمه وأحترم رؤاه ولكن أشير إلى أن استطلاع رأي كان قد نشر اليوم ثلثة الديمقراطيين يقولون بأنهم يأملون أن يتنحى الرئيس من الحملة ليس من الرئاسة ولكن من الحملة الانتخابية وهناك ديمقراطيين مثل سيناتور فيرم من فيرمونت وأدم شيف من كاليفورنيا وجيم هينز من كونتيكت والسيد شيف طبعا قريب جدا من نانسي بيلوزي هؤلاء أفراد قد خالوا ودعوا مباشرة الرئيس بايدن لتعليق حملته وأقول شيئا أخيرا هنا وهو العديد من الديمقراطيين مثل الرئيس السابق أوباما ونانسي بيلوزي وحكيم جيفريز وأيضا تشاك شومر كلهم ديمقراطيون لماذا لا يقولون علنا ذلك لأنهم يريدون لأمرين ربما أحدهما هو هناك سبب وهو أنه التصميم على أن يعطو الوقت للرئيس بايدن ليقرر ذلك بنفسه لتعليق حملته وأعتقد أن هذه استراتيجية فعالة وأيضا مع الضغط الشعبي هذا جيد في حواره على شبكة مع المقدم جورج ستيفانابلس كان بايدن قال أنه لن أتنحى إلا إذا نزل الرب وقال لي تنحى حينها فقط سأتنحى على كل سأعود إليك طبعا سيد جاف سيد بروس الآن هل فات الوقت أو هل نحن متأخرين جدا عن البحث عن بدائل لبايدن وهل هناك بدائل جاهزة والأهم هل هذه البدائل قادرة على مناطحة الرجل صاحب الشعبية الجديدة المرعبة بالنسبة لديمقراطيين ترامب والذي لعب الحظ لصالحه في الحادث الأخير بالتأكيد هناك فارق بين الرؤى بشأن كل القضايا أحد الأشياء التي تجعل الحزب الديمقراطي قويا جدا هو هذا الأمر وهو الجدار الذي يحدث بيننا للقول ما هي أفضل طريقة إلى الأمام وأفضل طريقة للأمام هي أن نتحد يمكن أن نجري هذه الجدال أو هذه المحادثات الآن والخلافات الآن ولكن حين نكون معا ينبغي أن نتقدم ونتحد للفوز في نوفمبر طبعا زميلي طبعا ذكر استطلاع رأي حين قال إن ثلثي الديمقراطيين يريدون أن يتنحى بايدن هذا لا يفاجئني هناك نقطتان إذا سمعنا مثلا قبل ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع هل على الرئيس أن يتنحى ربما كنا نحصل على أرقام مختلفة لو سمعنا الديمقراطيين يقولون دعنا مثلا نجعل بايدن مرشحنا فلو قال الديمقراطيون ذلك فتلك أرقام التي ستدعمه ستقف معه أما بالنسبة لإستطلاعات الرأي فهي لا تنتخب الناس هم الذين ينتخبون والناس هم الذين يرون بايدن والعديد منهم تساعد على اتخاذ القرار الأكثر حكمة والأكثر مناسبة وملأمة للمرحلة يعني تجاهل الاستطلاعات الرأي قد يكون خطأ في بعض الأحيان ما رأيك؟ الاستطلاعات الرأي كانت خاطئة في الماضي أعود إلى 2016 و2012 و2020 استطاعات الرأي أقول لك بأنها دائما أو في مضم الأحيان تخطأ لكن السؤال هو هل سنقف وراء شخص سيأخذنا إلى الأرض الموعودة وننتصر في نوفمبر أم لا؟ والسؤال الذي أعرفه والجواب الذي أعرفه هو أن الرئيس بايدن قد انتصر على ترامب ويمكن أن ينتصر عليه في نوفمبر ولكن القرار في يده طيب يعني أذهب إليك سيد جاف ويعني ربما إجابة على السؤال الذي كنت طرحت وهي مسألة بداء لبايدن لأنه يتوقع الكثيرون أنه ربما يعلم في أي لحظة من الآن تنحي بايدن عن السباق طبعا ربما نتيجة الضغوط الكبيرة التي يعاني منها ولكن أيضا نتيجة الوضع الصحي المستجد وهي مسألة إصابته بكورونا والذي ربما فتح الباب على مسألة مدى هشاشة الحالة الصحية لبايدن لدينا كاملة هارسوية كانت تتحدث قبل قليل في تجمع انتخابي في كارولاين الشمالية وجهت أسهم قوية لمنافسها ترامب طبعا منافسها فانس وللمرشح ترامب وهناك أيضا جافن نيوسوم هناك مارك كيلي سانتور عن ولاية أريزونا ويسمور حاكم ميرلند هناك جوش شابيرو هو حاكم بنسلفينيا جريتشين ويتمر حاكم ولاية ميشيغن هل هناك شخص يمكن أن يقنع الديمقراطيين بأنه مديل أمثل عن بايدن شكرا لسؤال نعم أعتقد ذلك نحن لن نعرف نتائج الانتخابات طبعا حتى نوفمبر ربما بطريقة سريعة أي في يوم الانتخابات نأمر ذلك حيث أن الرئيس السابق ترامب قال إنه لن يقبل وأنه لا يلتزم بقبول انتخابات حرة وعادلة هنا ولا يريد الانتقال السلمي للسلطة آنذاك كما نتذكر وبانتقال السلطة هذا يعني استمرار السلطة اعتمادا على من يفوز ولكن إذا نظرنا كما قلت هناك هاريس وهناك ويتمر من ميشيغن وأيضا هناك شيء مهم في ميشيغن وهو أن هناك نسبة عالية من العرب الأمريكيين الذين هم غير راضين عن بايدن بشأن سياسته تجاه إسرائيل ونيتانياهو وغزة والعرب الأمريكيون في ميشيغن ينظرون إلى ويتمر طبعا بتعاطف معه هناك أيضا مور مثلا من ماريلاند وطبعا نيوسوم من كاليفورنيا وشاكيرو ننظر أيضا إلى حقيقة أن الرئيس بايدن أقل فعالية في نقل الرسالة وما يقلق طبعا الديمقراطيين أكثر من أي شيء هو قدرته الآن على الإضاح والتفسير فلا أعرف أي أحد يمكن أن يقول بأن الرئيس بايدن مثلا كان جيدا في تلك المناظرة وأيضا في حواراته مع ABC مع ستيبانابوليس ولا أعرف أي أحد سيقول بصدق بأن الرئيس بايدن كان واضحا وكان ملهما وكان واثقا من نفسه في كلامه ورسائله سبب أن استطلاعات الرأي مهمة لأنه بالنظر إليهم ننظر إليهم بمصداقية فعلينا أن نفوز بهذه الانتخابات في نوفمبر وإذا لم نعد بايدن مرة أخرى إلى البيت الأبيض ولم يكن لدينا الأغلبية في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ أيضا وحتى في انتخابات المقاطعات فلا يمكن أن نفعل أشياء عظيمة ذكرها بروس والتي تؤثر كثيرا على بلادنا سيد بروس هنا دعني أتحدث معك عن الجانب المادي لأنه ماني تاكس كما تقولون في أمريكا وعندما حدثت أو وقعت حدثت محاولة تغتيال ترامب كان هناك إعلان من قبل أثرياء الولايات المتحدة بأنهم سيدعمون ترامب ماديا وحتى أنه طبعا إيلون ماسك أعلم بمبلغ هائل يعني سيقوم بمنحه لحملة ترامب الانتخابية كل شهر حتى موعد الانتخابات على الجانب الآخر نانسي بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين يخشون بأن بقاء بايدن ربما يؤثر على تمويل حملته الانتخابية لم يعد هناك متحمسين كثيرا لبقاء بايدن بنظر إلى التحديات التي يعني أو الإشكاليات الصحية التي يظهر بها والسلامة الذهنية أو الاستقرار الذهني الذي يخشى كثيرين من أنه لا يتمتع به ألن يعد هذا عامل أيضا مهم ومؤثر في مسألة بقاء بايدن؟ بطبع هذا عامل مهم جدا وأعتقد بأنه إذا لم يكن أفضل أو طبعا العامل الأهم فهو بكل تأكيد مهم جدا فالأموال هي التي تساعد في نقل الرسائل إلى الناخبين أتفق مع زميلي بأن الأمر يتعلق باستطلاعات الرأي حين نتحدث عن الأموال وأما الجمهوريون فدعونا لا ننسوا قبل شهرين فقط اللجنة الوطنية الجمهورية كانت على وشك الإفلاس والأموال التي كانت تأتي كانت تنفق على القضايا الجنائية لترامب ولكن هذه الأمور حدثت فقط خلال شهر لأن الديمقراطيين لم يحصلوا على بعض الأموال والجمهوريون الآن بدأوا يحصلون عليها هناك أمور يمكن أن تحدث أيضا في المستقبل ولكن أعود إلى ما قاله زميلي وهو الأمل وحين نتحدث أكثر عن الأمل فعلينا أن ننقل تلك الرسالة إلى الناخبين لأكون صريحا على الديمقراطيين أن يفوزوا بناء على السياسات سياساتنا أفضل للولايات المتحدة والشعب والعالم وعلى الناس أن يكونوا قلقين جدا بشأن نظام جمهوري وخاصة بشأن وصول ديكتاتور مثل ترامب إلى السلطة وإذن الأمر يتعلق بالديمقراطية نعم أذرني على المقاطعة ولكن للأسف وقت هذا الفقر انتهى شكرا جزيلا لضيفي من أتلانتا في دورجيا الخبيل الاستراتيجي الديمقراطي السيد كريستوفر بروس وأشكر ضيفي من واشنطن الخبيل الاستراتيجي الديمقراطي السيد دينيس جعف شكرا جزيلا لكم